موسيقى يمكن أكتر موضوع الناس بتتكلم عنه اليومين اللي فاتوا هو موضوع الحزن والضيء والمشاكل اللي ممكن تسببها الضغوط النفسية لصحة الإنسان وده طبعا بعد الكلام الانتشر عن أنه السبب الأساسي لتدهور الحالة الصحية للروح الأحمد رفعت كان الضغوط النفسية الكبيرة اللي اتعرض لها وده اللي خلا ناس كتير قوي تسأل هل ممكن الحالة النفسية السيئة تؤدي للوفاء أو يمكن أزمة صحية كبيرة ولأن الموضوع فيه أسئلة كتير هيكون معينا في الستوديو دلوقتي الدكتور محمد الفايد استشاري الصحة النفسية والحقيقة ضفنا من أكتر الأطباء النفسيين الفيديوهاتهم ونعصيحهم محقق انتشار كبير جدا على السوشيال ميديا أهلا بحضرتك يا دكتور يا أهلا بيكو حضرتك أكيد سبعة التقديمة وفعلا الناس تخضط جدا بعد وفاة أحمد رفعت أول سؤال هسأله حضرتك هو السؤال اللي يمكن أنا لسه ترحوه دلوقتي هو هل فعلا الضيء والحزن ممكن يؤدي الوفاء يعني كنا بنسمع أنه ممكن الواحد يعي ممكن الواحد يكتئب ممكن الواحد قلبه يجعه بس هل ممكن الحزن يوصل أن الإنسان يموت طبعا ممكن الأول بس بنقدم تعزينة للعب المصري أحمد رفعت الله يرحمه احنا شفنا الموقف ده حصل كتير يعني مش أول مرة تحصل ممكن فعلا كسرة الضغوط تأدي إلى توقف عضلة القلب أخطر حاجة يعني احنا كنا دايما بننادي بنقول يا جماعة أخطر حاجة ممكن تؤثر على صحة الإنسان وتبقى كفيلة أنها فعلا حرفيا تقضي على حياته ولا أشهر الأمراض يعني ولا السرطان ولا السكر ولا كل الأمراض الخطيرة دي هو الاسترس الاسترس بيجي من إيه؟ بيجي من قسرة التراكمات أن أنا أفضل شايل في نفسي وأكتم مشاعر سلبية كتير وضغطي يحصل فيه مشاكل مع الوقت ممكن فعلا يؤدي إلى مرحلة أن أنا خلاص ما بقتش قادر أستحمل ده طبعا بيعمل تغيرات فيسيولوجية كتير جدا بيأثر على ضغط الدم على إفراز الهرمونات بيأثر على عضلة القلب فعلا ممكن توصل احنا شفنا كتير أن حد تلاقيه دايق قوي قوي أو كتم في نفسه كتير قوي فجأة يحصل له مشكلة ضغطه يعلى قوي ممكن تؤدي إلى جلطة ممكن تؤدي إلى سكتة دماغية ممكن فعلا تتوقف عضلة القلب فده فعلا كلام علمي موجود وخطير جدا وإحنا ندينا به كتير جدا أن أنا ما سيبش نفسي أبدا للمرحلة دي لأنه فعلا بيمثل خطورة كبيرة جدا على حياتي طيب دكتور ساعات بنسمع أو بنقول كلمة قلبي بيوجعني لما بيحصل مثلا توطر أو بيحصل أن الواحد بيعدي بظروف صعبة أو حاجة وجعيته أو فقدين إنسان غالي أو عزيز عليه هل كلمة قلبي بيوجعني أو قلبي بيوجعني ده بيكون فعلا بيحصل أن القلب بيكون بيوجع أو ده بيكون إحساس مثلا نفسي فهو بيقول عليه كده فكرتيني بلقاء مع منزي عقوب طبعا طبعا كتور مجدي عقوب قال كده حرفين يعني سألوا نفس السؤال ده قال لهم أيوة الحزن بيؤثر على القلب بمشاعر سلبية سماها بروكن هارت أو متلازمة القلب المقصور إن كسرة الحزن بتضعف عضلة القلب وبتأثر لأن دي بتتحول إلى شحنات داخلية وبالتالي بتأثر على عضلة القلب وقال كده حرفين واللقاء موجود حتى والناس كتير شافوه موجود على اليوتيوب قال إن بيبقى الخطورة هنا إن ممكن لما القلب يبتدي يضعف قوي الخطورة إن ممكن فعلا الإنسان ده يموت قالها كده وده دكتور مجدي عقوب طبعا حتى بيسألوه وممكن القلب بعد كده يرجع تاني ويبقى أقوى ويرجع لحالته الطبيعية قال لهم أيوة بس يا الخطورة إن في الوقت ده ممكن فعلا ففكرة إن أنا قلبي وجعني وطبعا ده بيبقى إحساس فعلا صادق وحقيقي من الإنسان اللي بيشتكي يمكن إحنا ما بنفهمش يعني إيه قلب واجعه أو أو بناخدها كلمة كده لكن هي فعلا بتكون حقيقة وفعلا بيتأثر بيها حتى أعضاءه كمان مش بس القلب يعني لما الإنسان بيتعب قوي وبيبتدي يبقى عنده مشاعر من الاكتئاب ومن التوتر ومن القلق بتحصل له مشاكل يعني مثلا خلينا نتكلم عن القولون العصبي مشاكل كتير في المعدة فكل الحاجات دي أكيد بتأثر علينا على المستوى الفيزيكل أو الجسدي أيضا وبالتالي بتترجم في صورة أمراض منها توصل فعلا زي ما احنا بنقول النهاردة أن ممكن حياة الإنسان كلها تنتهي في لحظة من الزعب طبعا للأسف طيب حضرتك قلت لي أنه ممكن ده يحصل طبعا بس الواحد ازاي يعرف أنه مضغوط يعني ساعات الرحلة اليومية بتاعت الحياة احنا تعودنا عليها ما بنبقاش عارفين مثلا هو أنا النهاردة تعبين ولا أنا تعودت أن فيه سترس معين هيحصل في اليوم مع الأطفال مع الشغل مع الحياة اليومية العادية ازاي الإنسان يعرف أنه هو دلوقتي بيمر بدغوطات وأنه محتاج يتكلم أو محتاج يشوف حد مختص أكتر حد بيحس كده هو الشخص نفسه أو الحالة نفسها لأنه هو بيبتدي ما يطلعش كلام كتير عايز يقوله هي دي الخطورة الحقيقية ونفسي كل الناس تسمع الكلام ده أن التراكمات الكتير بتخلي الإنسان عارف إحنا لما بيجي علينا وقت كده نحس إن إحنا مش قادرين نكلم حد مش عارفين نعبر عن الجوانة مش عارفين لو إحنا بنشتغل ولا نروح ولا نيجي مش عارف أركز في الشغل يعني دي من أهم العلامات اللي بتحصل وبيحصل لي عملية تقوقع كده مش عايزة رد على تليفون مش عايزة أكلم حد دي مثلا تعتبر بداية تكتئب طبعا وبيبتدي النرف كمان بتاعي بيعلى يعني بمجرد ما يحصل أي موقف حتى لو بسيط بيبقى رد فعلي عليه عنيف عنيف جدا أو أعمل أي تصرفات ما كانش طبعي يعني نقول إيه ده لا هي ريهان ما كانتش كده وإن اللي حصل لها بتلاقي ردود أفعال غريبة جدا بتحصل تعرفي على طول إن أنت هنا ضروري جدا إن أنت لازم تروحي لأخصائي أو استشاري عشان الحالة ماتة تدهورش أكتر لإني هيحصل زي ما قلنا وديه الخطورة بقى ديه الدرجة اللي بعديها اللي بتحصل إن بيبتدي الجسم يتفاعل عصبيا مع المشاعر زي ما بيجي بقى بانيك أتاكس وبلبتيشن وكده بالظبط يعني ناس بيجي لهم ضربات قلب سريعة ما بيجوش عارفين ليه مش عارفين يتنفسوا كويس مش عارفين ليه بالظبط في أي تاني لا فيه حاجات كتير جدا هتلاقي بيحصل مشاكل في المعدة يعني من ضمن الحاجات فيه ناس بترجع فيه ناس بترجع مثلا ده وخصوصا في الحالات بتاعة الخوف والتوتر العالي قوي ممكن يحصل كده لأن بيحصل مشكلة زي ما قلنا على المستوى الفيزيكل أو الجاسها دي أكتر فبيبتدي مثلا يحس أنه هو زي ما أنت قلت مش قادر ياخد نفسه حموضة المعدة بتتغير فيبتدي يحصل له مشاكل كتير وأعراض كتير جدا دي كلها علامات يعني كأن الجسم عمال يديك ألارم فيه حاجة غلط بتحصل وللأسف فيه ناس كتير بتكمل فالحالة بتتدهور أكتر قصد حضرتك أنهم بيسيبوا نفسهم يعني آآ آآ يعني يعني ما بينتبهش للموضوع ده أو بيحس أنها مجرد حاجة وهتعدي حاجة وهتعدي وهي للأسف بتترقم أكتر فيه عندنا كده جهاز اسمه الجهاز السنبساوي والجهاز البارا سنبساوي اللي هم اللي هم الجهاز السنبساوي ده عامل زي كده إيه عارفة البنزين بتاع العربية حاجة كده مطور شغال على طول ده بيفضل شغال على طول بس أحيانا بيشتغل أكتر كمان لما بيحصل أي مواقف زي اللي بنقولها من ضغط عالي من نرفزة من مشاكل من استرس من كل حاجات دي فالجهاز ده كأنه بحمل عليه أكتر فيبتدي يرفع ضغط الدم يبتدي أنه هو ضربات القلب تزيد أكتر التنفس يحصل فيه مشاكل الكلام ده عكس البرسن بساوي اللي هو الجهاز اللي بيخليني ريلاكسيشن أو يخليني أهدى أو يفارمل يعني كأنه ده الحاجة اللي ماشية ودي الفرامل اللي بتهدي تاني بس المشكلة أنه لما بيحصل نرف عالي قوي أو حزن جديد جدا زي ما قلنا بيأثر على عضلة القلب بيخلي كمان الجهاز المناعي كفقته تنخافت جدا فبيبقى مناخ أكتر أنه أي فيروس مثلا أو أي حاجة تحصل للجسم بسهولة يكاتش أكتر أو يأثر علي أكتر يعني شفت الموضوع بقى بيمشي ازاي عشان كده ممكن فجأة يحصل لحاجة ممكن فجأة يحصل احنا بنشوف ناس وده بيحصل بقى أكتر بكتير جدا بيحصل لهم جلطات نزعل فأماكن بقى الله أعلم هيحصل فيه ايه وفيه حاجات بتكون صغيرة مثلا تلاقي أنا عندي واحدة صاحبتي كل ما تزعل وتتدايق بجد بيجي لها برد يعني احنا هنا بنبقى قدام توقعات كتير جدا طبعا فالله أعلم ممكن يعني الزعل بينزل من المناعة ده 100% طبعا فما بالك بقى ان أنا زعلت وكتمت مشاعر كتير وضغطي ما بقاش مظبوط وهنقول بقى كولون ومعدة فتخيالي ان جهاز المناعة قد ايه بقى ضعيف لدرجة ان أنا وارد ان أنا يحصل لأي حاجة لان ده الجهاز اللي بيحمل إنسان طب دكتور لما الواحد يحس بالأحاسيز دي حضريك بتقول لازم يروح يشوف مختص طبعا الأسعار بيتغالية جدا بتاعة الدكتورة النفسيين والسيكولوجست والحاجات اللي احنا بنسمع عنها كتير اللي بتساعد البني آدم ان هو يمر بالمشاكل اللي عنده او ان هو يعديها ويتخطاها فإيه اللي ممكن يحصل تاني يعني فيه اي حلول تانية طبعا مش كل حد يقدر مش كل حد يقدر وكلنا عندنا مشاكل وكلنا بنزعل وكلنا بنتوتر بس فعلا الأسعار بيتغالية جدا في العيادات ان الواحد يروح يشوفه وماله معاك حق وإذا كان فيه برضو مبادرات بتحصل كتير وفيه بعض الجامعات بتعمل أسعار رمزية وكده بس خلينا نقول برضو طب هل ممكن فيه حاجة تساعدني أو فيه تدريبات معينة ممكن ان انا أعملها شفتي لما كنا بنتكلم في السمبيساوي ايه ازاي خلي بقى السمبيساوي ده يشتغل أكتر اه طبعا فيه تدريبات ويريك نستعرفها واتطبقها بداية مثلا من تمرين التنفس الاسترخاء يعني لما حس ان انا فيه اي سترس او فيه خلاص انا ضغطي مش مظبوط او ضربات قلب فيها مشكلة هاعد فورا في مئياريت هشرب مياه طبعا في الوقت ده واعد في مكان هادي وابتدي ااخد تنفس شاهيك وزفير من البطن يعني بحس ان انا النفس طالع من البطن باخده كده بعدات اربعة اتنين اربعة يعني ااخد النفس وانا كده مغمد عناية وصيب جسمي خالص ريلاكس واعد واحد اتنين تلاتة اربعة وقت من نفس سانيتين وارجع اخرجه تاني واحد اتنين تلاتة اربعة عشان كده بنسميها اربعة اتنين اربعة الفكرة هنا في الطاقة والاحساس يعني وانا باخد النفس بحس كده ان انا بعمل عملية كده استنشاك استنشاك كل المشاعر اللي من جواه بقى سواء هي غضب سواء هي حزن استرس كل الكلام ده وانا بكتمها كده وبخرجها كاني بلم كل مشاعر دي بنية الطرد انا بخرجها بفضي فعلا في الوقت ده بيحصل كده حرفيا بلاقي يعني لو عملنا الموضوع ده تسع مرات وارا بعد كده نهدي تسع مرات نعمل عملية اللي انا شرحتها دي تسع مرات ضغط هيتزبط ضربات قلب سريعة ترجع تاني في معدلها الطبيعي هحس ان انا بافصل هي الفكرة هنا ان انا افصل عن المشاعر والشرنقة اللي انا حطيت نفسي فيها يعني كأن انا كده محاصر بين افكار سلبية او بين على حسب بقى الموقف ده عمل فيها كذا وده مش عارف حصل ايه والشغل فيه كذا والبيت كذا والمديات كذا فبحس ان انا محاصر فلازم افصل خالص عن الدايرة دي بالتدريب اللي انا بقوله ده تدريب استرخائي وسهل جدا ان احنا نعمله في البيت او في اي مكان طب الدكتور فيه ناس كتير لما بتسمع الكلام ده بيقوله يعني انا مشاكل كلها تتحل لما انا هقعد وهتنفس بطريقة اربعة اتنين اربعة لا بس على الاقل احنا عايزين نعرف وده بيعمل ايه يعني هل مثلا انا لو فدرت عمله لمدة شهر هل ده هيساعد بايه وهيساعد ازاي هه ده مشكلة اكيد مش تتحل بس يعني عايز اعرف بيأثر ازاي على المشكلة اللي الواحد حاسس بيها لا طبعا ليه تأثير كبير جدا لان انا الاعضاء الحيوية كلها بما فيها المخ بيتغز على ايه على الاكسجين صح وبالتالي انا كأني في الوقت ده ببتدي يدخله كمية معانا بشكل منتظم عشان كده احنا قلنا ليها عدد فبيبتدي ان هو يفرغ الشحنات فهي ليها تأثير مهم قوي لان زي ما كنا بنشرح في اول حلقة ان ممكن في الوقت ده يحصل تظهر سريع جدا فانا بوقف ده حالا بس مش معنى كده ان انا بس عملت ده خلاص انا خفيت لا انا بقول دي حاجات احنا بنعملها بتساعد اه في حاجات تانية كتير يعني مثلا زي الميديتيشن او اللي هي تمرين الاسترخاء زي اليوجب او كده صح او انا الغلطانة لا فعلا هي مدرسة من مدرس اليوجب بكل بساطة هي جلسة استرخائية يعني بيبقى بدايتها برضو التنفس بس بنكمل اكتر شوية ان احنا نقعد في مكان هادي نتخيل حاجة بوزيتف احس ان انا في الموقف فعلا او جوه الصورة دي فعلا سواء الحاجة دي حصلت او بتحصل او حتى نفسي انها تحصل على فكرة الثقافة دي موجودة عند ناس كتير قوي يعني فيه حتى واحنا النهاردة بنتكلم بخصوص لعب رياضي فيه لعبين كتير اشهرهم مثلا حتى زي محمد صلاح انا سمعته في اللقاءات كتير جدا بيقول ان انا قبل ما باجي مثلا عندي ماتشة او عندي حاجة لازم الاول حتى لمدة خمس دقايق او عشر دقايق او دعم الميديتيشن بتخالي الصورة الايجابية اللي هتحصل بتخالي نفسي في الماتشو ان احنا كسبنا وهكذا فهي نفس الفكرة اللي بنقلها وخصوصا لحد تعبان او حاسس انه هو عنده سترس فتخالي انه هو بيساعد جسمه لان العقل اللواعي هو بيتبرمج على حسب المشاعر والافكار اللي انا بديهاله فانا بحوله من حالة الى حالة اخرى فايه اللي بيحصل جهاز المناعة اللي احنا بيبتدي تاني على الجسم بيبتدي تاني اه ده الضغط بيبتدي تاني ينتظم كل دي حاجات مهمة جدا وممارسات صحية يعني مش ضروري ان انا استنى لما تعب قوي عشان اعملها انا لو حفزت عليها ان انا عامل حاجة دي عمتا كل يوم انا قريدي اه مش هتعب ومفيش مانع برضو ان انا استشير حد طبعا في حاجات معانا انا مش واخب بالي منها يعني برضو مش عايزين نهمل هذا الجانب طيب دكتور يعني حضرتك عايز تقول انه الانسان يفصل يفصل مثلا بمديتيشن زي ما حضرتك قلت يفصل بانه هو يتنفس بطريقة اللي حضرتك قلت لنا عليها وممكن برضو يفصل بانه يلعب رياضة يفصل بانه يلعب رياضة يفصل بانه هو يعمل حاجة بيحبها بالزبط حاجة بتريح قلبه صح كده فيها افكار كتير جدا لو تكلمنا كده يعني مبدئان يفصل من المحيط السلبي يفصل من ناس التوكسك يفصل من اي مشاكل يفصل انه هو ممكن يلعب رياضة يمارس هوية هو بيحبها كتير مننا بيبقى عنده حاجات هو بيحبها بس مع المجهوليات الحياة والوقت بينساها بينساها لأ خلي وقت لمساحتك الشخصية حتى لو انت بتشتغل او بتعمل اي حاجة خلي على الاقل فيه وقت تتمارس فيه الحاجات اللي انت بتحبها اوكي اهو ده انا بشتغل او على البراسم بيساوي اكتر ايه من وقت للتاني استجم حاول تفصل لو تقدر تسافر يوم يومين تلاتة ياريت تعمل كده يعني اهتم بالجانب احنا بنهمل جدا الجانب الشخص يعني دايما مع عجلة الحياة ومع المسئوليات والضغوط والشغل بنهمل نفسنا اوكي طيب دكتور انا سأل حضرتك على حاجة حضرتك ذكرت من شوية ان محمد صلاح بيتخيل مشهد مثلا ان هو بيدخل جول وانه مثلا النادي بتاعه كيسب او كده بتاقي لي دي حاجة اسمها افرميشن او ان الانسان بيبتدي يقول لنفسه حاجات ايجابية لحد ما بيمخه بيبتدي فعلا يترجمها ان هي ممكن بتحصل صحيح حتى لو بتحصل منها جزء صغير صحيح طيب ممكن حالك تشرح للمشاهد بطريقة بسيطة ايه هو الافرميشن اللي احنا بنشوف مثلا فيديوهات بتطلع على السوشال ميديا بتاع بنات صغيرة بتطلع تقول على فكرة انا بنت صغيرة انا حلوة انا جميلة انا زكية انا ما حدش يقدر يدايقني الكلام اللي هو بيتقال قدام المراية الكلام اللي احنا نفكر فيه قبل ما ننام ازاي ممكن يساعدنا تمام هو خلينا نقول ان الفكرة بتاعت اللوف اتراكشن او اللي هو قانون التجازب الفكري او قانون الجزب هو ببساطة ان كل ما انا بيبقى عندي فكرة ومؤمن جدا بيها وبمارسها كتير يعني ايه بمارسها كتير يعني بكررها كتير زي ما قلت كده دي بنسميها حتى التوكيدات الايجابية ان انا الرسالة ايجابية بفضل اكررها كتير انا كده ببرمج عقلي اللي وعي عليها فبتصبح حقيقة فعلا وتتجلى في العالم الخارجي يعني ايه يعني انا عندي ايمان كبير عارفة فكرة تفائلوا بالخير تجدوا تجدوا يعني هو فعلا موجود بس انت عليك جزء الاول هو اليقين بربنا وان انت تبقى فعلا متأكد ان ده هيحصل وتتفائل يقولك برضو كل متوقع قات خلاص دي كلها كونين كونية على فكرة فهي الفكرة في كده ان انا بأكد لنفسي فكرة معينة وببقى عارف وعندي يقين جدا ان هي هتحصل وعيشها بشكل كأنه فعله مضارع انه فعلا بيحصل وبالتالي بيتجلى فعلا في العالم بتاعي فنيجي بقى على سبيل المثال ايسي على كده اي حاجة في الدنيا ايا كان يعني هتلاقي بي حد عايز مثلا يكبر في شغله حد عايز يحس ان فيه مشاعر معينة سلبية من مؤثر عليه حد دايقه بكلم وحش فهو يتصحى يقول لنفسه قدام الملاية لا على فكرة انا مش كذا وكذا وكذا انا احسن من كذا واقدر اعمل كذا وانا جامد وانا كويس وانا زكي صح لان فعلا العقل بطن بيبرمج كده يعني كأنه حاجة الميكانيزم بتاعي بتشتغل بالطريقة دي فانت كده ببرمجيها ايجابية فبيعمل ايه بيعمل حاجة كتير جدا يعني هتلاقي عايزة اجزب اهداف عايزة اجزب نجاح زي ما انت قلت عايزة اجزب كارزمة عايزة اجزب وفر فيه فلوس يا دكتر احنا عايزين كلنا فلوس ممكن فلوس ما هيكت لسه اقول لك الوفرة المالية يعني لما انا قرر حتى ليها ليها والله تقنية وتمارين معينة وخطوات معينة بنمشي عليها اقول لنا عليها دكتر طيب القوانين دي عشان كلنا يجي لنا فلوس وكلنا نبسط الاول هسأل سؤال كلنا نفسنا يبقى معنا فلوس كتير وكده فتيجي تسأل نفسك هل انت حددت بالزبط انت عايز ايه وهتعمل ايه احنا كلنا بنحلم وخلاص يقول لك لازم تحدد بالزبط يعني مثلا هقول انا عايز اشتري مثلا عربية بالزبط كده اوكي خلاص عايز في نهاية مثلا عشرين وعشرين ان انا يبقى معايا كذا لازم احدد التارجت يعني ما ينفعش ان انا عايز فلوس وخلاص انا عايز فلوس كثير وخلاص ما تنفعش احنا عايزين نحدد انا عايز فلوس اجيب بيها عربية انا عايز فلوس اجيب بيها بيت انا عايز فلوس اصرف بيها مثلا على الولاد بالزبط فلازم أن أنا أحدد بالظبط ويبقى في ديدلاين مهمة قوي لأن ده اللي هيخليني أبقى عارف يبقى أول حاجة يا دكتور عشان هعملها أنا أول واحدة يلا أول حاجة نحدد أيه أحدد إيه هو الهدف إيه هو الهدف ولو إحنا بنتكلم عن الوفرة المالية تحديدا أحدد رقم ماشي يعني أو لو مثلا في شغل أنا عايزة أترقى وأبقى في ده بالظبط فعشان توصالي لده لازم أنت يتحدديه عشان ما بقاش عشوائي تاني حاجة بنحددها يا دكتور الوقت لازم أحدد ديدلاين الوقت ديدلاين هعمل ده قد إيه هحقق البرنامج ده خلال إيه ده مهم جدا خلاص إن مثلا أنا ما أقولش أنا نفسي مثلا في عربية أو في بيت واسبها مفتوحة تجيلي بعد مثلا أنا عندي 105 أنا عايزة في حدود إن مثلا تجيلي في خلال سنة أو مثلا 6 شهر والله عارف أقولك حاجة بمناسبة موضوع العربيات ده فيه فنانين كتير كان يقولك من وانا صغير أنا بحب العربيات جدا وكنت كده جنب السرير بتاعي في القوضة بتاعتي بحط الصور على الحيط أصح بحط الصور العربيات اللي أنت يتخيلي عربية بعشر مليون وخمال اللي هو هجيبها إزاي وانا أصلا ما معيش عشرين جنيه بس هو عنده أو ده قانون جذب هو متأكد إنه هو هيعمل كده وهيوصل كده وعنده يقين وحلمه وعايش عليه بجد ده لو في أتراكشن فبالتالي إن أنا بعمل بقى توكيدات يعني الخطوة اللي بعد كده إن أنا أبتدي أعمل توكيدات إن أنا فعلا هوصل للموضوع ده بس بصورة فعل مضارع يعني إن أنا إيه إن أنا أوريدي أمتلك كأنه تحقق أيوة بالزبط ماضي بقى لا مضارع إزاي؟ مش تحقق خلاص؟ يعني هو متحقق أوريدي أقصد كده يعني بمعنى إيه؟ إن أنت أوريدي دلوقتي نكحة أنت أوريدي دلوقتي معاك العربية دي أنت أوريدي دلوقتي نكحة في البرنامج اللي أنا بعمله كذا كذا ومكسر الدنيا أنا عايش ده فعل مضارع ده بيخلي بيحصل تناغم في كل مشاعري وأفكاري وعلى المستوى الإيموشنال فبيحفزني إن أنا فعلا ببقى برن أكتر للموضوع ده أو بتحرك أكتر في الموضوع ده وطبعا يقيني ربنا إن أنا عندي آه ده حاجة برضو مهمة جدا خلاص إن أنا عندي يقين كبير في ربنا إن فعلا إلا أنا بعمله ده ربنا هيوفقني وهنجح فيه والريدي هيتحقق يعني أنا مش بشك في الحتة دي إن فيه ناس تلاقي دخل كده الشيطاني وسويسلو إنسى ده عمره ما هيحصل أعمل أنت هيحصل ده زي أنت عمرك ما تدر لا أنا عندي يقين إن ده هيحصل وآخر حاجة وأهم حاجة في كل لأن معظم النصائح بالله وقفت عند النقطة ديه بس العمل السعي السعي إن الله لا يغير ما بقومن حتى يغيره ما بأنفسك صح فطبيعي إن أنا بعد كل ده مش بقيت بحلم وخلاص حددت وقع بقى مستني إن هي لأ طب أنت بتعمل إيه يعني مثلا لما أنت تقوليلي أنا هعمل برنامج تريندس موسم جاي مش عارف فين وهلف بي العالم وأعمل كذا كذا فهجأ أسألك هقولك طب حالا دلوقتي أنت شغالة جوه المطبخ في ورش بتتعامل إحنا قريدي بنعمل ده ولا قاعدين وخلاصوا مستنين هتقوليلي لأ أنا فعلا شغالة وبروح والتي مورك بيعمل كذا وشغالين على كذا صح كده صح مع الحاجات اللي قلناها كلها والله هتوصلي هتوصلي بإذن الله يا رب كلنا ويمكن يكون أفضل أفضل كمان مما نتوقع بإذن الله ده يقين في ربنا تفاقلوا بالخير تجيلوا دكتور محمد الفايد بنورتيني النهاردة والله يا دكتور وخليتنا ناخد خطوات كثيرة كده النهاردة هرجاعهم على طول مع ناسي يا جماعة أول حاجة بنحدد إيه هو الهدف اتنين بنحط دادلاين إنه في مدة معينة هنعمل فيها كذا تلاتة إن إحنا بنأكد على إن إحنا عايشين الحلم بتاعنا أقرروا كتير بالضبط أربعة إن إحنا طبعا يعني هاي المفروض رقم واحد بس إحنا مش مرتبينهم اليقين بربنا طبعا وخمسة السعي مظبوط مظبوط نورتين يا دكتور جدا نهاردة مرسي جدا برسي حضرتك وبكده يكون خلصت حلقاتنا النهاردة استنونا إن شاء الله يوم الأربعة اللي جاي في نفس المعيد باي باي